ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخ بين نتنياهو وجالانت وذكرت القناة الإسرائيلية أن جالانت هاجم نتنياهو وعارده حينما عرض الأخير خرائط محور فيلادلفيا واتهمه بفردها على الجيش الإسرائيلي وأضافت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن جالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزري لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل وفي الإطار ذاته نقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله أنه سائم من الإحاطات وطرح مسألة محور فيلادلفيا للتصويت على الفور